اهلا بكم النهاردة هنتكلم على القلم نتكلم النهاردة على الغدروف هنتكلم النهاردة على التردد الحراري هذه التقنية المهمة جدا في علاج القلم لك اسمحولي أن أرحب بضيف العزيز القيمة العلمية القديرة والرائد القدير العالم علاج القلم لأستاذ الدكتور هشامي العزازي أستاذ واستشاري علاج القلم التدخلي وعلاجات العمود الفقري وألام المفاصل كل الطب جماعة تعني شامس الرائد القدير لا يزال مجال أهلا بك اهلا بكم اهلا بكم أنا عايز أبدأ الأول بالغدروف ايه هو الغدروف ايه وظيفة الغدروف في ناس كتير ما بتديش للغدروف احترامه وحقه الغدروف ربنا خلقه في العمود الفقري وفي المفاصل عشان دي مادة جيلتينية مادة طرية تساعدنا ان احنا اللي بقى عندنا مرونة وحركة وفي نفس الوقت تنتص الصدمات يعني واحد بينط ما بتجيش الخبطات في العم ويتكسر لا ده هي شوك أبزوربر هو اكصدام البني آدم بيمتص جزء كتير من الخبطة من الحركة بيدينا مرونة نوطي نقوم نشيل نعمل فهو ده تركيبه مادة جيلتينية طبعية موجودة في جسمنا مش هنخش في التفصيل الكيميائي بتاعته لكن بالآدم العادي لازم عارف ان الغضروف ده زي ما هو خفيف ممكن يتعور ممكن يتأذي ممكن يجي له امراض اه ايه اسباب اعلام الضهر الرقبة هل هي غضروف بس ولا حاجة التالي انت حضر لكن في المقدمة قلت الكلام مهم قوي ان الشيل الغلط العدل غلط المسك الموبايل غلط واحد بيشيل تقل من الارض ويطلع بيه الفوق لازم ليه طريقة صحية يجي لي ناس كتير شباب يجي يقول لي انا عندي غضروفة ليه سنه 15 سنة و18 سنة ازاي ابا انا مش مصدق اعمل رانين الاقي غضروفة ليه بتتدرب جيم ايوا قالوا لي ارفع التقل ده بطريقة غير سليمة تفاجئ انه هو ما عندهوش حزام اسمه لمبر سابورت اللي هو الحزام اللي بتلبس في رفع الاسقال بجيب له فيلم فيديو يقول له خش على مسابقة رفع الاسقال بتاع التكاس العالم لازم يلبس حزام محترم ومنوعية كويسة لكن ما فيش حاجة اسمها ارفع وشيل وحط طبعا ده بيسبب له مشكلة كبيرة جدا اه اسباب بقى في العضلات ممكن تعمل اعلام ضهر اعلام رقبة اسباب تانية سرطانية بقى حاجات نادرة شوية لكن اشهر سبب ان الغضروف هو السبب الرئيسي هو والعضلات دول اشهر اسباب تعمل اعلام ضهر ورقبة طب مشكل الغضروف نفسه بقى انه الغضروف لو خرج بمكانه زي الصورة دي يلمس العصب العين يجي لي وعين انسا او يقولك انا الغضروف اتحرك بمكانه او لما يتحرك بمكانه كمان الظهر الفقرات بقى ما هي مترتبة فوق بعضها كده تبتدي يحصل تزحزع فقاري فقرات متبقاش فوق بعضها كل دي اسباب تسبب قلم اذا الغضروف نفسه ممكن ممكن يبقى مؤلم والغضروف نفسه لو اتحرك يعمل قلم يلمس عصب تحرك والغضروف يحرك ميكانيكا الظهر ما يبقاش الفقرات منتظمة فوق بعضها المفاصل اللي بينها كمان تتحرك كل دي الام كل دي تعمل الام للبناء ادم الفرق بين تبخير الغضروف وترد الحرارة دول جهازين منفصلين اللي اتنين بيخشوا في علاج الالم اللي هم بنقدر نقول عليه التدخل المحدود لعلاج الالام المزمنة تبخير جهاز بسلاح معين او بآلة معينة اهلة كاربعية بندخلها جوه نواة الغضروف لما النواة تخرج وهي دي السبب الاساسي في المشكلة لما تخرج النواة من مكانها ليها لونها لبني دي في الصورة تلمس العصب العين يتقلم يجي له كهرباء يقول لك تنميل احساس كهرباء احساس آآ ألم الالة دي وظيفتها تخش تعالج النواة وصمكها سمك العملة واحد ملي زمان الكلام ده بتعمل بجراحة نفتح الظهر ونشيل لا دلوقتي اندخل الالة دي تخش تخش جوه المادة الجيلاتينية بتاعت الغضروف تكشكشها تقلل حجمها بدون منشيلها ودي حاجة مهمة جدا لان لو شلناها هنضطر لقيمة نحط مصامير نحط شرايح نحط غضروب بلاستيك لان هنا القيمة العلمية في الآلة دي ان احنا كشكشنا النواة ترجع مع الوقت ليها لمت ورجعت تاني في مكانها ودي حاجة مهمة جدا ترجع وشلنا الضغط من العصب اما التردد ده جهاز تاني بقى ده بيعالج العصب الاصفر اللي باين ده انا هدخل آلة تانية هتخش توصل للعصب اللي باز من الغضروف انا عليك ده الغضروف نمرة اتنين اخش اعالج العصب الاتنين دول بيتعملوا مع بعض آلة هتخش آلة كهربائية اخرى بالتقنية الحديثة طلع الزبزبات زبزبات الكهربائية تعالج العصب هتقولي ازاي الكهرباء هتعالج العصب العصب ده عبارة عن كابل الكهرباء شحنة مجابة وسالبة وحاجات دخلة سوديام داخل وبوتاسيام خارج الكلام ده لما بيحصل في العصب ينقل الشحنة الكهربائية ساعات بقى العصب يبوز من الدوس عليه بنسميه الام نيوروباسيك او العصب نفسه باز ما يتعالجش الا بالزبزبات الكهربائية الحديثة يعني بالشرط ان انا شلت الغدروف من عليه خاصة العصب يخيف لا مش شرط يفضل العصب مقلب اذا يتعالج بيتزبز اذا في النهاية الخلاصة تبخير هو بيبخر نواة الغدروف او بيسموها تجميل نواة الغدروف بدون ما نشله الغدروف الحفاظه عليه والتردد حراري بيعالج العصب الملتهم ده الفرق بين الاتنين فيه ناس كتير قوي بتعاني من الام سواء في الظهر او في الرقبة من غدروف قطني او غدروف عنقي وتترك هذه الالم تاخد لها مسكنات وفيه منهم ناس بيعيشوا على المسكنات سنوات وفيه ناس بيعالوا يعني بيعالوا بمعنى بياخدوا حاجات ممنوعة زي الترماتون المساعدة ايه خطورة اننا تعابل مع الالم بهذه الطريقة الالم الاعيان بيدور على اي حاجة يخففه يخفف الالمه فيلاقي المسكنات مسكتة انواع فيها انواع تأثر على الكلة بتعمل قرحة في المعدة والذات لو اتخذت فترات طويلة ودي اشهرهم وبيتجيب نتيجة رائعة بس بعد شهور بيغسل الكلة بيعمل منظر معدى اصدقال قرحة في المعدة نوع تانى من المسكنات يأثر على الكبد تلاقي عنده فشل في الكبد نوع التالت ادمان زي ما حدك وضحت الترمدول مخدرات بقى قوية يقول لك انا عندي قلب ايه طبعا انت متاجه في اتجاه واحد طبعا تبص على اتجاه التالية اتجاه الاحاديث اللي هو قبل مرحلة الجراحة لان انت بتبقى خايف من الجراحة المريض ايه طبيعي خايف من الجا ايه حد فينا انا مش عاوز افتح ضهري مش عاوز افتح عرقابتي وبالذات في منطقة حساسة فانا خايف من الجراحة هنا ظهر علم الالم ان انا هعالج بدون ما اعمل جراحة وبدون اللجوء للمسكنات مدى الحياة علاج بسيط محدود بدون فتحة جراحية ولا غرز ولا مشرت نوصل للعصب نعالجه لانه يروح البيت في نفس اليوم بعدها بنص ساعة العملية بينجي موضعي العيان لو هو عنده القلب عنده الضغط عنده السوكة كل ده ما يقصرش معانا في حاجة العين اقدر اشتغل العيان نسبة نجاح العمليات دي 80-90% ويقدر يروح ويمارس حياته تاني يوم يقدر روح شغله تاني يوم فطبعا هنوقف عند الحتة دي بس في حاجة مهمة قوي المسكنات احنا في ناس دي لوقتي تقول لك يعني اللي اختلع المسكنات دول خدوا جوائز المسكنات ده من اروع ما يمكن بس المسكن معمول لفترة قصيرة معمول للأكيوت بأن الألم اللي حاصل دلوقتي حد وهاخد المسكن هيخف في الألم لغاية لماذهب للعلاج بالظبط لكن الألم مش معمول لايف ستايل عصد المسكن مش معمول لايف ستايل ده فيه ناس فقدوا حياتهم بإدمان المسكنات اشهروا مايكل جاكسون على فكرة مايكل جاكسون كان مد من مسكنات مد من مسكنات ويتعلق له أدوية عشان ينام لانه بقى عاوز كمان يناو ألم بقى وبيدور على مسكنات ما بيدورش على حاجة تعالج اه وتوفى بذي الطريقة اه هافع احنا دلوقتي عندنا عيان هنفكر نعمل له تبخير أو هنفكر نعمل له ترد الحلاري اليوم بيمشي زي وزي الإجراء بيتم يعني نوصف يوم في حالاتين حالة ترد الحلاري وحالة تبخير الاول من العين بييجي بعد الكشف والفحوصات وكده دي حاجة أساسية في عينين كتير يقول لي بالتليفون قول لي لا ما ينفعش بالتليفون في فحص فحص كلينيكي واشعات ببص عليها وما ينفعش أشوفها كده بالموبايل بعد كده من حد دل يوم العين بييجي صايم اه بييجي ما عندهوش لو كان بياخد أدوية سيولة لازم توقف بطريقة معينة بننظمها معاه اه بيجي غرفة العمليات التعقيم بعد كده بندخل الآلات اللي احنا هنستخدمها العين بياخد بنجة موضعي مهدئ بيبقى هادي فيه وحد يقول لك انا بخايف يا عم ما تخافش انا خايف هتحرك وانت شغال ما تقلقش اه انا بخاف من قبر هتاخد مهدئ مش هتحس اصلا بالقبرة وهي دخلة لانا فيه بنجة موضعي واحنا في وسط العملية انا بشغل اغاني فالعين يقول لي هو انت شغال قوله اه اه اتفاقير بندخل من اين من الضهر من الضهر او من الرقبة لو هو عنق يبقى من الرقبة ومن الضهر العين بيبقى واحنا الشغالين بيبقى مش مستدق يقول لي وا انت شغال ولا واحنا جايين اسمع اغاني انا جايين نشتغل بس اغاني شغالة بهدية نفسية مش الهدف ان انا سمعها اغاني الهدف ان انا يهدأ وحس ان القلبة هتخش توصل للغضروف تطلع الزبزبات نعالج الغضروف وبعدين نعمل تردد حراري النالج العصب وساعات نحق ان اساطر معينة تخش جوه القناة العصبية لتوسيع القناة العصبية وحقناها وفبعد كده العين مدة ساعة يخرج يلبس يدومه ياكل ويشرب ويمشي على رجله عادي كأنه ما عملتش حاجة وده قيمة الاجراء ده اجراء بنسميه محدود لانه ما فتحناش مفيش فترة نقاه يروح البيت بقول له سوق عربية تاني يوم بقول له يقول لي انا عندي سفرية يقول له سافر عندي اجتماع احضره هل ينفع ان انا اطلع سلام اطلع قاعد في العربية عادي قاعد مفيش حاجة تعوقهم زي الجراحة طبعا يعني فرق كبير ده دلوقتي تبخير نواة الغدروف تمام ليه شرط علمي يعني لازم يبقى نواة الغدروف او الغدروف في حالة معينة اه طبعا فيه ناس يقول لي عميل للتبخير هو يكون قرى عنه سمع وشافه في حلقة زي كده لازم اقرر هو ينفع الاول التبخير ولا ما ينفعش في حالات ما ينتفعش غدروف ناشف جدا غدروف متاكل ما فيش غدروف طب اعمل له ايه هيستفيد ازاي لا ممكن يستفيد بالتردد الحراري ممكن يستفيد بحق الاعصاب يعني مش كله تبخير تبخير لا ودي حالات ودي حالات ودي حالات سيب الدكتور ينقلك الحالات المناسبة والجهاز المناسب ليك ممكن استخدم الجهازين في نفس العين عايقتي خلص اللي هو جهاز تبخير وفي نفس الوقت ترد وأصطر تحقني كمان إحنا القناة العصبية نوسحها كل ده في نفس الحالة توقيت القدوم للميديكال أدفايس أو بداية لالك فيه ناس بتسكت يعني بيطول الحالة معها وفيه ناس بتتحرك مبكرا الفرق في الحالة أي حد فينا بيجيه له وجع وبالذات لما يكون حاجة ظهرة يعني شيل حاجة تقيلة بتاعه أول يوم بيصبر يعني يقولك أنا هيفك ده طبيعي ما نطقي جدا يقولك عضلة بتاعه القلم استمر تاني يوم تالت يوم لا هيبتدي يدور على مسكنات المشكلة يدور على مسكنات عشوائي يروح للصيدال يجيب لأي مسكن لا هنا بقى نبتدي نقف تدي يدور السبب اللي يعمل كده لأنه ممكن يكون حاجة في الأول نلحقها قبل ما تزيد فده حاجة مهمة جدا قدر يروح للنصيحة الطبية بسرعة هيستفيد بسرعة في بقى حاجات اجري على الدكتور ضعف في ايد ورجل تاني يوم مستمر ألم شديد مش متناسب مع الحركة اللي اتعاملت او مش متناسب مع الشيلة اللي شالها فورا اجري على الدكتور عدم تحكم في البول والبراز حصل سيب نفسك ليه هو دي هتخده حاجة هتخده هيجري على الدكتور لكن دي اسباب طبعا بتخلي المريض يروح بس دايما طبيعي انا اتخبطت مش هجري على الدكتور ابص كده ما فيش كسر ما فيش حاجة مادئيا خلاص هتلاقيها تاني يوم تلات يوم راح ما راحتش بعد يوم لا تده دور بقى النصيحة الطبية لازم يتدخل هنا المريض فيه اتنين لازم نوجه لهم يعني زي ما قولوا كارتين كارت أصفر انزار وكارت أحمر طرد خطأين مين اللي يتوجه له كارت الأصفر انزار الأول في عالم الألم كارت أصفر ده انزار انزار ان حصلت أعراض معينة زي ما قولنا انت ألم مستمر وقاعد تاخد في مسكنات خلي بالك مسكناتك هتأذيك انا خايف عمل عملية ايو ما هنقولناش عملية على طول عملية دي اخر حاجة لا ده كارت أصفر مهم جدا اللي ماشي بمسكتك كارت أصفر تاني اللي بتاجه للأسليب الغير علمية ده أصفر والله لا ده أصفر لانه بقوله ما تروحش يعني علامة بتاع حزيرية ما تروحش اتجاه ده لكن لو عمل يبقى أحمد ألاقي في منطقة مطروح يخيطه الجلد الجلد يجيب إبرة وتلاقي صديد ألاقي واحد في منطقة تانية في الفيوم ومناطق بمشرت والله وجالي مهندس ورجلية فيه سقوط في الأدم قطعت له العصب يعني ده ما عندكش مخ فيش مخ ده انت مهندس يقولي أنا أنا أعزره لأنه هو بيتعلق في أشياء هو متقلب وراح لي كذا الدكتور موجوهش مظبوط كارت الأحمر بقى إنك انت بنسميها ريت فلاج علامة فعلا حمرة اجري اجري على الدكتور سقوط في أدم عدم تحكم في بول عدم تحكم في براز تنميل شديد تمام ومشارد عمود فقري كمان علامة تانية يعني ظهور بقى شلل ده لكن العام ده أنا مش قادر أنا بمسك الكوباية بتوع من إيه دي مش قادر ده كله بنشوف ده علامات حمرة اجري على الدكتور التحذيري متى متاخدش أدوية بصفة مستمرة متروحش الحاجات الاتجاهات الغير علمية الغير مصرح بيها يعني تروح لواحد مش طبيب وتقول لي أصله فلان استفاد ما هو فلان استفاد لأنه صدفة وتعمله بعصايا وتعمله بحاجة صدفة ومش صدفة لا لا هو فك عضلات علم كأنه بيعمل ألك طبيعي بس تقول لي أجيب إبرة وخية الجلد هو بيعمل حاجة في ليها التفسير علمي كونتر إيريتانت يعني بيه أوجع أقلم الجلد يوم يسحب الألم يسحب الألم على الجلد وبعدين الجلد يهدى يعني يضحك المخ يضحك عليه يومين يومين يجا الأمور ما مالك بيها الإبرة ملوسة والله شفت صديد في ظهر واحد من الإبرة نوارت وشرفت أسعدتنا بيهودك معنا ضيفة عزيزة الخيمة المال قديرة والاسم اللامع واحد من رواد عالم أستاذ دكتور هشام العزازي الأستاذ والاستشاري لعلاج الألم بيئة تدخل محدود وعلاجات العمود الفقر وعلاجات ألم المفاصل كل الطب جماعة أين شمس كان ضيفا في واحدة من حلقتنا المثيرة المهمة جدا في عالم الألم خليكوا دايما مع الدكتور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر